أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عشور أهمية مشروع المراكز الجمعية للتطوير المهنية لفتاً إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بهذا المشروع الذي يرسم خرطة طريق لتحديد الاحتياجات الفعلية لمجتمع الصناعة ويسد الفجوة بين الخرجين وسوق العمل كما أضف وزير التعليم العالي أن هناك رؤية لربط المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وبخاصة الهدف الثالث لاتصال بخطة عمل مراكز التطوير المهنية بالجامعات بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 كما لفت وزير التعليم العالي إلى استكمال خطة إنشاء مراكز التطوير المهني بالجامعات المصرية والتي تستهدف الوصول إلى 46 مركزاً بحلول عام 2026 بالإضافة إلى استكمال مشروع قانون صندوق التطوير المهني ترجمة نانسي قنقر